السلام عليكم بسيطة ديولي كديرين بخير لبس عليكم صحيح لباس هنين امركم جيدا شعور دوش خباركم كوشي بخير الحمد لله الله ملك الحمد مهم البنات كما تشوفوا سأعطيكم احد الوصفة اللي زوينة بزاف جربتها البنتي وهانتو ما شوفوا النتيجة يعني الشعر يحصل على واحد البريون كما تشوفوا واحد الملمس يعني الطبيعة ديال الشعر بنتي ماشي ملس كما تشوفوا طبيعة شعر بنتي انا تشوفوا في الوسط ديال الفيديو كما تشوفوا هدا كور شعرها ناشف وواقف كما تشوفوا يعني نتيجة زوينة بزاف هاد الوصفة هادي تستعملها يعني الام وتستعملها حتى البنت ديالها انا البنت كنستعملها واخر شعر ديالي دهني كنستعملها بنتي اللي كنديرها بزاف حتى شعرها شوية ناشف مهم البنات بغيت نقول لكم اول حاجة اللي شوفت القناة شارك في القناة وتغطع الجرس بيش توصل اي جديد وعافكم البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم كتنسوا لي لي لايك واخر كنعطيكم كل شي زوين وكتنسوا ما تديروش لي لي لايك مهم البنات الوصفة ديال اليوم زوينة بزاف كما كتشوفوا عندي زرية الكتان اللي فيها واحد الكراتين واعر يعني واحد جيل كتخرجوا هاد الزرية عادي العجيبة سبحان الله يعني كتعطي واحد الملمس زوين بزاف شعر ولكن ماشي بوحد هاي البنات انا غدي نزيد على واحد الاضافة اول حاجة غدي ناخد كاسع المكبير ديال الما يعني ما يعدي الجوش كيسنتع المصغر واحد الكاثرون فاش غادي نطيف هاد 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 ذرع الكتن سمحو لي يا البنات معك ندير المونتاج ما بغيش نصور ليكم الواقع يعني را كانت واحد هاي لالا واحد لغوض ديال البنات سي يعني غاي سمحو ليها قلت نصور ليكم وما نخليكم شبلاش الوصفة عادي بغيت نديرها البنتي ومشي الحمام يعني وريتها لكم في الفيديو اللي قبل ديال التبريمة ملي بشيت الحمام درت انا هاد الحنة يعني درتها ودابا غدي ندير البنتي هاد الوصفة هاد يعني درجو جوج فيديو هاد باش ما نطولش عليكم في الفيديو كيما كتشوفوا البنات ترت زرع الكتن مع كاس كبير تع الماء او لا جوج كيسنتع الماء مع تقريبا 4 الماء الكبار ديال زرع الكتن 순يت 2016 لتتركبا 4 الماء كان و задач طوح كيق بتتغيببا 2 يذهب كيقبد تتلقيي في العراج كل ذرع الكتن مهم البنات كما تشوفو راني خرج تلك زرع الكتان جيل ديال زرع الكتان كما تشوفوها وغادي تقولو لي علش هي قهوية هنا يا البنات راني ما صور لكم نسيت ماشي ما صور لكم نسيت ما صور لكم زيت راس مع عيلا صغيرة ديال قهوة سريع الدوابان او لا نس كافي او قهوة العادية او للي كان مهم راس مع عيلا غير ما تكونش معطرة تكون عادية علش زيتها البنات عغيلا حساب داك تريف تاع الزبدة غادي نديرو البنتي في شعرها كما تشوفو هدا طرف صغير ووري ما كبيرش طرف تقريبا نشي جمعها دبع مع الحال بارد ما غاديش ندوب لي بحالوكا ما غاديش نستعملها طبيعا غادي نشدها غادي ندوبها وعادة غادي تشوفو معي النهاية ديالفيديو او للكمالة كيفاش غادي ندير له وغادي تشوفو شعر البنتي داكلم شعكك كيف ولا كما تشوفو البنات في البداية ديالفيديو شعرها هدا كوا يعني ما غاديش نكتبها لكم وغادي تشوفو شعرها كي كان مهم دبع البنات غادي ندوب هاد الزبدة وغادي رجع لكم من بعد ما دوبت الزبدة كما كتشوفو غادي ننكبها على هذا الخاليط هدا ديالج لزرع الكتان غادي ننخلطها بزيان وخادي شوفوها بحالكم متخافوش البنات انتو ما غادي ننخلط وغادي تشوفوها على عينكم يعني كتدخل مع بعضياتها غادي خلطها مزيان تكفي وغادي بفورشت ما تديرو لاخلط لضراب يعني عادي تخلطها مزيان غادي تولي لك عادية و هنا البنات اضعي راس معي لقادي القهوة غادي تقول لي لماذا البنات على الزبدة التي لا تبغيها لان البنات لا تدير مشكلة يعني لابدت استعمالها لا نستعمل القهوة نستعملها غادي ندير جيلة الويفيرا و الزبدة بحلاكة لا نحتاج ندير القهوة او الوالو تكون فيها الريحة تحييلي الريحة الزفورية و صافي البنات هنا سوف ندير زيت الجنجلان او لاي زيت اي زيت البنات زيت زيتون زيت العادية للطياب او زيت نور الشمس او زيت الدورة او زيت الكوك اي زيت البنات اي زيت البنات او زيت البنات سوف ترطيب و علاج للشعر هذه البنات قسم من بلها البنات البنات اللي نحلف في الفيديوهات و يقولون لي ما تقعيش تحل فيه يعني غيب اشتاقوا بان الوصفة اللي كان نعطيكم يعني حملو حدركة المشيطات تجرب و ترجع لدي الكومنتر و تقول لي هذيك الوالدين هذيك الوصفة و دارتني و دارتني بان البنات و كان اللي ما تجرب قاع و غيهاكا كوك تكتب لي في الكومنتر لا هذي مزوينش مزوينش حتى ما مجرباش مهم البنات بغدي نستعملها على شعر بنتي مهم كما تشوفوا الشعوكة البنتي ها هي كما تشوفوا شعرها مش عكك و مشنتف و واقف يعني اني يكيد ايرونجيني مع بنتي هو هذيك الزغيبت اللي تيبقى واقفين هنا البنات طلبت ماما دارت لها هي الخلطة واخها ما دارت لي هذا الشي اللي كنت بغيت انا انا شدت تليفون حتش ماما غا تعرفش تشد لي التليفون مهم بعدها غي يصورنا باش نوريليكم اه لو كانت انا غادين نديرها غنفرق لي اشعرها مزيان وغادين نصيب لها ولكن معليش شدابة رحها غادة مزيان هنتم هادية الخلطة رحكت استعملها الى اشعرها وهنا البنات رديرها حتى الام يعني ماشي غدري صغار طريقة كتستعمل دابة بحالك كما وريت الماما يعني بحالها تستعملي وتستعملي 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 يعني اذيك الخلطة اللي تديري و جوري كما كتشوفوا انا اردت قطعت ووريتها كيف اشتدير باش تووريليكم معا ما كتعرفش هي تشد الكاميرا والو طارت معا تايت هي كن نوريها شد في الشعر هي تشدليها في الارض مهم كما كتعرفو باق اما يعني الامة هاتمات يعرفش هي تصورو يعني يجي للقديم مهم هان توما قبلوا عليها وصافي مهم مرة هكت تحاول وصافي مهم البنات كما كتشوفو هاي يما مرة كملت الوصفة ديالها اولا ديالي اولا ديال ديال نابجوج كملت دارت الاف شعرها مزيان لغلغاتو يعني دارتو له تفل داخل وصافي هان توما كما كتشوفو وهنا يا بنتي را هكون خليت ليكم صوت ديالها في المونتاج غادي تتقولوا لي حشو ما عليك ولكن كتبقى تغوز علاش واش اقولوا لي وبعدها واش بنتي انا بوحدة هكا ولا تبنات كم توما ما كتبغيش هي حاجة لتقيس لالعنق ديالها ولا عنقها ولا جبهتها ولا ودنيها ولا شغي انا ولا تنتوما مهم صافي هاتشيلي كين والمدة البنات ديال هاد الوصفة هادي اللي كنخليها في بنتي انا يا جوز سواع بالنسبة البنتي اما انا كنخليها تربعة سواع تكتر ما عنديش تشي مشكل بالعكس اما كتزيتك ترتب لي شعري وهاتشيلي كين كيما قلت لكم ما شغي قدرتها البنتي غا تمشي ودورها البنات كمديرها حتنتي ايلا كانت شعرك شوية واقف حتى نسيت البنات نسيت هذه القادية ضروري يدير واحد الميكة على الشعر بنتك اولانتية ضروري باش هاداكسسات يرجع على الزغبة و تشرب الزبدة و الزرع الكتان كما تشوفو البنات نتيجة هي واضح 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 اذا كما تشوفو الفرق كبير ما بين البارح واليوم حياتش البارح صورت لكم الوصفة الوصفة اللي صورت لكم بشيت الحمام وقفلت لها شعرها وقفلت تحت اليوم ومدرسة ونشوف شعرها مزيد عاجات من مدرسة وصورت لها شعرها حتى لا نصور لكم شعرها يكون سرد و تقولوني ايه حقا شعر سرد كي يكون لابد لا انتم اشوفوا الفرق ارجعوا الفيديو وشوفوا الفرق فرق واضح واضح ورمدرسة لها البنات الزيت لا نريد ان نحلف حياتش البنات يقولوني لا نريد ان نحلف حياتش وصفة مضمونة 100% ودرتها البنت صغيرة و لا تشوفوا النتيجة و هذه نتيجة اول مرة سوف نحصل عليها اذا تريد ان تمشيوا الفيديو و للقدام سوف تشوفوا شعرها كي كان شعرها كي كان واقف ضغبتها رقيقة و واقفة انا كان مشط و اطلع انا كان مشط و اطلع يعني كان صغيرة كما تعرفوا البنت مليكة كتكبر حاب ثاني على شعرها بشي طوال و بشي ملاس سوف ندار معها الجهد و لا نعلم لا تتعلق معها الجهد ولكن من اطلع الوصفات و الضييوط و لنقوم بشي طوال و هي قوي لا تنسوا البنت اضعوا لي اللايكات و اضعوا لي تعليق و اذا كان نعجبكم فيديو قلتها لكم لا نعودها اضعوا ال لايك و اول مرة سوف تشوفوا القناة اضعني و تتبقى معنا لديك و مرحبا بك اشتركوا في القناة